اشتركوا في القناة كشف قائد أنصار الله في اليمن الصيد عبد الملك الحوثي اليوم الخميس أنهم يستعدون لمراحل جديدة من التصعيد ضد الكيان الصهيوني في حال استمر في عدوانه على قضاء غزة وقال الحوثي في كلمة متلفزة له اليوم الخميس إنه من الآن نحن نفكر أيضا في المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة ولدينا خيارات مهمة جدا وحساسة ومؤثرة على الأعداء موضحا أنه ليس هناك بالنسبة لنا أي خطوط الحمراء يمكن أن تعيدنا عن تنفيذ عملياتنا وتابعا نفكر ونسعى عمليا للمرحلة الخامسة وسكفنا في المرحلة الرابعة سيقوى إن شاء الله وسيحظى بالزخم تجريجيا ولفت قائد الأنصار إلى أن لديهم خيارات استراتيجية حساسة مهمة ومؤثرة على العدو وبمعونة الله وتأييده نصل إليها مؤكدا أنه ليس هناك حسابات سياسية تؤثر علينا في مستوى موقفنا ولسنا ممن يخضع تحت عنوان المصلحة لمؤثرات الترغيب أو الترهيب وقال إنهم لم يكتردوا لكل التهديدات التي اجهدت لنا ونبني على الاستعداد لكل الاحتمالات مشيرا إلى أن واجعهم التحضري ساعدنا بحمد الله على اتخاذ الموقف اللائك تضرق السيد الحوثي إلى مواقف الدول العربية تجاه العدوان على غزة وقال إنه إذا رغبت أي دولة عربية أن نفعل لها تلك الإمكانيات التي في مخازنها بدلا من أن تبقى معرضة للصداء أو للاستخدام السيء فنحن مستعدون لتفعيلها ضد العدو الإسرائيلي وأشهد قائد العنصار بموقف الدول العربية التي لم توافق الأمريكية على استخدام إعراضيها في الاستهداف لبلدنا أشكركم على حزن التابعة والإصلاة ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة